بسم الله الرحمن الرحيم السلام بحضراتكم وتوصيق في MyFundedFX وأيضا شراء حساب تجربة شراء حساب في MyFundedFX طب ليه هشتري حساب في MyFundedFX باعتباري مواطن مصري يعيش في دولة مصر فطبعا سعر الدولار هناك فارق ما بين سعر الدولار في السوق الرسمي عن السوق الموازي أو السوق السوداء كما يسمونه في مصر لازم أستغل الفرصة دي واشتري حساب بسرعة في أحد شركات التمويل لازم أستغل الفرصة دي فاهم الحيطة دي الكلام ده موجه للأصدقاء الموجدين أو المتواجدين في مصر لازم تشتري حسابات لأن سعر الدولار لما البنك المركزي هيحرق بقى الأسعار ويعمل التعويم الكامل طبعا هيبقى سعر الدولار في أسعار تانية خالص تمام فالأفضل لك إنك تشتري حسابات في هذا الوقت إلحق واشتري حسابات أنا مقولكش اشتري زي في مايفوندد ايف اكس لكن أنا أنا كعلي يوسف مقتنع بثلاث شركات بصراحة شديدة أو إفي بي آه إنجليز بخلاء بس أنا مقتنع بيهم تمام وأتاخد منهم 200 دولار و 500 دولار و 1000 دولار أنا راضي لو أنت مش راضي ما تدخلهاش تمام لو أنت بتشك فيهم هو من حقك تشك فيهم الموقع بتاعهم ده لازم يتشك فيه تمام لكن هما ما فيش أي مشكلة فيهم تانية حاجة طبعا ايف تي بلس آه جربها معايا العديد من الأصدقاء يعني عايز أقولك إن أكتر من 150 صديق دخلوا ايف تي بلس والحمد لله شركة ممتازة ودعمها أفضل دعم شفتوا في حياتي ايف تي بلس سريع جدا وأنا يعني بطمئن يطمئن قلبي عندما أرى شركة دعمها سريع ليه حدثت أي مشكلة هتعرف تتوصل مع الدعم تمام طيب دي شركة ماي فاند ايف اكس أنا برشحها ليه أولا أنا برشح الخطة اللي هي ايه وان ستيب اللي هي خطوة واحدة وعايز تعمل 10% ولا يوجد مدة لا يوجد حدود زمنية مشكلة هذه الشركة الرئيسية تتمثل في توصيق الحساب لو ساعدتك ليس لديك كشف حساب بنكي وجواز صفر وكل هذا الكلام اللي هو المطلوب ده تمام لكن بطاقة الهوية تنفع تمام لكن بصراحة ما عرفش هل بطاقة الهوية العربية تنفع معهم ولا لأ تمام ما سألتهم شو السؤال ده لكن غالبا لا غالبا هي بطاقة الهوية باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية اي لغة غير اللغة العربية افتي плص ينفع معها بطاقة الهوية باللغة العربية تمام ونحاول مع هذه الشركة التسهيل بحيث اللي هم اعتقد ممكن يقبلوا بطاقة الهوية العربية اعتقد انه لو احنا حاولنا معهم يقبلوا بطاقة الهوية العربية لكن هيكون معاك بقى كاشف حساب بنك انا عملت الاتنين دول وافقوا عليهم يعني ايه البسبور تمام قالك اهو موافق عليه اهو تمام ده يوم كيام يوم 27 11 تمام هم وافقوا عليه تاني يوم والعنوان ايضا وافقوا عليه تمام اهو اهو اللي ماشي بقى مش معايا بقى السيلفي ده السيلفي ده بيحيرني قالي لأ رفضوا تمام اللي هو انا اتصور ويماسك البسبور فيقول لك الصورة مش حلوة مش عارف ايه فانت تجنبا لهذا المشكل تعمل ايه تدخل عن طريق الموبايل يعني انا حاول اعملها عن طريق الموبايل لكن ما تدفعش اه اموال الا لما تفعل الكلام ده يعني يفضل يفضل لانت ما تفعلش الا لما اه توصك الحساب يكون افضل تمام لكن لو وصقت الحساب لو اه دفعت ما فيش اي مشكلة لكن الافضل لك انك توصك الحساب الاول تمام طيب تعال بقى نشتري حساب نشوف بقى هنشتري حساب ازاي طبعا اه دي داشبورد الخاص بيهم اه تعالى كده نشوف الليدر بورد قبل ما ندفع قبل ما ندبس وندفع اه فيه ناس الحمد لله اه بيسحابوا صحوبات اه ممتازة اه دي عشرينات اه اه اشرين الف اشرين الف وسبعتاشر الف وستتاشر الف تمام تمام لكي يطبئنا قلبي اه اه دي بقى هتجبس هنا مايفوندت اف اكس تشالنج اه تمام طيب عايز مرحلة مرحلتين ولا عايز مرحلة لا انا بالنسبة لي عايز مرحلة واحد تمام طيب اه ميكرو تريدر ولا اه برو تريدر ميكرو تريدر ده لو انت حسبك الخمس تلاف والعشر تلاف والخمس وعشر الف وهذا لا ارشحه تماما يعني في السوق المتقلب ده ما تدخلش حساب صغير ادخل برو تريدر اول ما تجبس على برو تريدر هيظهر لك بقى الخمسين الف والمئة الف والمئتين الف طيب انا عايز ايه لا خليني في المئة الف تمام اه المئة الف اه اه اللي بيقول لك بقى الاسم والتليفون والكلام ده كله البيانات الخاصة بيك واتلاحظ هنا بقى بالاسفل كتب لك ايه البرومو كود البرومو كود ده اه انا هتركه لك يعني هو هو ده اه دي اهو كان بلاك فرايدي باحنا ملحقناهوش اه دي هو ده تمام c h r i s t m a s تمام اه دي في اه لا مش هي ديت مش هي ديت عزرا اه انا عايز اجيب الا ال descgold الخاص بيهم انا عايز اجيب ال descgold الخاص بيهم تعالى كده نشوف ال descgold الخاص بيهم ادت discord الكمبيوتر يزعب الى ادت discord الكمبيوتر يزعب الى اكتف بروميشن نشوف دي علشان السرعة والكلام ده اللي انت تسحب في اي وقت لا ده ده الكمبيوتر يزعب الى 10% فيه هما عاملين كود تاني للسرعة تتسحب ده هو ده الكود تمام فيه ديسكورد فيه بقى كود اخر هما عاملينه انا او علمت التعلم كده تمام وتعمل قبي او تعملها من القناة في الدسكورد بالاسفل هتعملها في القناة وخلاص وانت الامر تمام نرجع بقى تاني للموقع نرجع نشوف بقى الكود شغال ولا لا ايه ده هو اه الكود شغال تمام طبعا هتعلم بقى على الـ 3 ايه ووافق على الشروط طب احنا شرحنا طبعا الشروط ايه تمام هتدفع عن طريق ايه عن طريق ستريب تمام فهتكبس هنا طبعا بتعمل الاميل الخاص بيك هنا تمام وبتختار الكارت وبتكتب بقى هنا رقم الكارت طيب هاكتمل بقى رقم الكارت ازاي ها اعمل نجمة تسعة نجمة مية شباك تمام هيعمل لي اللي هو الكارت الافتراضي في فضمون كاش الناس اللي هي موجودة في مصر استنى بقى اعمل الحكاية ديت واعمل معاكم الفيزا طبعا زي ما انت شايف احنا متسجل اوه دي بيانات الكارت طبعا بيانات الكارت الافتراضي اللي هو في فضمون كاش بتكتب الرقم كده زي ما جالك في الرسالة ودي طبعا ده الشهر ودي السنة وبتعمل الكود اللي هو تلات ارقام اللي هو مية سبعة سبعين وبعدك كده نيمون كارت اللي هو اسمك الي احمد يوسف تمام ما فيش اي مشكلة في ذلك وبعد كده طبعا بتدفع تعالى نشوف بقى نجبس هنا وندفع لما بيعمل لك اللي هو اللي عايز تسايفه بتقول له تمام لانه مش تدفع به تاني هو هو بيعالج اهو الموضوع وهنا بيقول لك الحمد الله تم الدفع طبعا جات لك رسالة بما تم دفعه اهو في فودفون تمام بيجي لك الرسالة دفعت كام تمام والعملية تمت بالنجاح لما بتذهب الى الداشبورد بتدخل بقى مرة اخرى تمام للحساب بيكتب لك اهو اكتف تمام ثانية في ثانية يعني حاجة عجيبة جدا في هذه الشركة داشبورد الخاص بيها لم اجد اسرع منه الحقيقة على طول اهو شفته الحساب طبعا لما تجبس على السهم ده هيجيب لك بيانات الحساب طبعا انا اخطأت واشتريت حساب بخمس تلاف يعني بدل ما اشتري حساب بمية معرفش ازاي اشتريت حساب بخمس تلاف تمام لكن هو اعطاني البيانات الخاصة بيه مفيش اي مشكلة لا توجد اي مشكلة هاشتري حساب دلوقتي بمية الف احنا اشترينا الحساب الول خمس تلاف ده لا يوجد اي مشكلة ونجبس مرة اخرى ونشتري حساب بمية الف لا توجد مشكلة اهو انا كده ايه وانستيب تمام وبروتريدر ومية الف عشان بس ايه ايه بالضبط كده نشوف بقى نشتري ازاي تمام فعلته اهو الكود قال لي ربعمية وخمسين يورو تمام هدفع ربعمية وخمسين يورو هوافق عشروط احنا كده بنشتري حسابين مفيش مشكلة نشترينا بالخطأ اه حساب بخمس تلاف ونشتري ادي هتضغط على ستريب طبعا نفس بيانات الكارت السابق اه ونجبس كده تمام اه 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 هيعالج بقى هيعالج بقى هيعالج لنا هنشوف بقى هيدفع لنا خمس تلاف اه اه ادي ربعمية وخمسين تمام ويه زي ما انتم اسمعته كده اه فودفون كاش قالتلي تمام خصمي خصم كان بقى خصم اه اه ايه ده في حاجة غلط في هذا الموقع لان اه اعمال لي برضو ان انا اشتريت حساب بخمس تلاف لا الحقيقة ظلمتهم لا ظلمتهم ادي اول حساب الميت الف تمام ادي اول الميت تريدر اه اه رو تمام ميت الف نورمل مفيش اي مشكلة اه اه برضو ده الرقب الخاص بيه الوردر تمام يبقى احنا كده اشترينا حسابين كده معايا حسابين حساب اه بخمس تلاف ويده الوردر بتاعه ويه حساب اخر اه ده اه الوردر التاني او ده اربعتاشر متين وتلاتاشر ويده اربعتاشر اه ميتين وتناشر طبعا هشوف بس الفودفون كاش اه 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 تم دفع اتناشر الف مية وتمانية احسبها انت احسبها اتناشر الف مية وتمانية والحساب ب scale دفعنا احسب بعد اقسم الـ 12108 على الـ 450 دولار يطلع لك السعر اللي هو الخاص به الدولار خلينا كده نحسبها 12108 على 450 نشوف سعر الدولار كان واقف علينا بكام بـ 26.90 26.90 بالعمولات بكل حاجة كويس تمام مفيش اي مشكلة يبقى كده الدولار ويقف عليك في مصر بـ 26.90 بالشراء بالعمولات احسب بقى انت العمولة هو بياخد كام تعالا نشوف كده سعر الصرف حاليا في مصر بكام 24.63 تمام 24.63 اه 24.63 وهو خد لغاية 26.90 برضو فرق لا يستهن بيه بس هنعمل ايه طبعا انا يعني احنا شوفنا مع بعض وانا لو الشركة سيئة مش هشتري فيها يعني حساب وبعد كده اشتري حساب تاني يعني مش هشتري فيها حسابين وهي شركة سيئة انا ما بشتريش حسابات في شركة الا بعد دراسات مستفيدة الشركة دي محترمة تمام وهتدفع ما فيش اي مشكلة تمام هي مشكلتها في توسيق الحساب متشددين اوي في توسيق الحساب وانا حاول اساهل المسألة وقلهم والله الجالية العربية الموجودة في الدول العربية يا ريت تعاملهم يعني معاملة كده لطيفة وتقبلوا منهم بطاقة الهوية الوطنية تمام ويعني لو قدرت ان انا احزف مسألة الكاش في الحساب البنكي واثبات العنوان ديت هنشوف بس هم متشددين للأسف الشديد تمام دي حاجة لما تعمل بقى في فودافون كاش خلي بزيادة خليها بزيادة تمام يعني انت شوفت مثلا الحساب الاول مثلا كلفني حوالي 1200 جنيه والحساب التاني كلفني حوالي 12000 جنيه انا شحنت بفودافون كاش بقى دي ب20000 جنيه تمام لما قال لي في المحفظة الخاصة بفودافون كاش انت ناوي تدفع او تشتري حاجة من انترنت بكام قلت له ب20000 جنيه فاهم اكتب 20000 جنيه هو في الاخر هيرجع لك ايه هيرجع لك الفلوس المتوقية ويبعث لك رسائل زي اللي انت كنت بتسمعها كده على الموبايل اه والله كذا 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 الشركة مزاياها ليه بيبعث لك الحساب على طول زي ما انت شوفت في ثانية في ثانية الا ثانية بيبعث لك بيانات الحساب وخلاص وانت الامر الميزة التانية ان الحساب معاك الحساب معاك اشتغل فيه لمدة سانة علشان تعمل 10 من 100 وهنمسكها بقى نفصصها واحدة واحدة بالقواعد يمكن انا قلتها لك واحدة واحدة بس انا ايه انا حاولت طبعا كان هما عاملين كود خاص من 20 بالمئة لكن الحمد لله ملحقناهوش مفيش اي مشكلة لكن الحمد لله اللي حقنا اللي هو الكود الخاص اللي هو 10 بالمئة تمام كنت ممكن انتظر مثلا لنهاية الشهر شهر 12 2022 عشان اعياد الكريسماس والكلام ده كله لمزيد من الخصومات لكن انا مش ضامن سعر الدولار في مصر انا كلامي موجه للاخوة المقيمين في دولة مصر تمام خلي بالكم لان سعر الدولار انت شفت حسب الدولار بكام 26 تسعيد تمام فسعر الدولار ممكن الاسبوع القادم ان شاء الله ما تعرفش تشتير حسابات ان شاء الله يعني انت في الغالب مش هتعرف تشتري حسابات لان سعر الدولار في مصر هيرتفع ارتفاع كبير للغاية وفقا لحاجات كتير انا مش بقولها من عندي لكن وفقا لحاجات كتير لان هو طالما يوجد سوق موازي في مصر لازم البنك المركزي يتدخل علشان يوحد سعر الصرف ويقضي على السوق الموازي فهي دي المشكلة المتواجدة في مصر حاليا فحاول انت تشتري حساب هشرح لك الشركة دي بالتفصيل طبعا اداش بورد بتاعهم ممتاز قوي يعني اداش بورد الخاص بهم واضح لهم حاجة اكثر من رائعة تمام طيب خلينا بقى نرجع ده كده الحساب زي ما انتو شايفين اهو تمام ده حساب الميت الف تمام وده الميتا تريد الخاص بهم والسبريد الخاص باليورو دولار اه اده ده السبريد طبعا ده هو معبول على عقد الستاندر فانت هقل العقد الستاندر على طول عشان لا تقع في هذا المحظور يعني خليه كده على طول اه ب ادي كده بدلار تمام او خليه بنص دلار تمام اه يعني نص نقطة في حدود نص نقطة اه يعني اربعة من عشرة في هذه الحدود طيب عندهم بقى ايه عندهم ادي دولار فرانك طبعا كل الازواج العملات ده مفروغ منه طيب اللي بعد كده نشوف اه عندهم اسهم تمام ادي الاسهم الامريكية كويس لمن يريد ان يعمل مع زي الشركة في الاسهم خلي بالك الاسهم الامريكية على طول تشغل من نظام الفجوات السعرية فخلي بالك من الامر ده الفجوات السعرية ما تنفعش مع شركات التمويل تمام تضرب لك الحساب اللي لو انت داقل اه بعقود قليلة فخلي بالك من الامر ده تمام ادي الاسهم الامريكية والله يعملين اسهم امريكية كتير ممتاز تمام ودوج جنس طبعا والمؤشر الاسترالي وخلافه تمام تمام لكن البيتكوين ورفاقه اه اكس ار بي موجود اه اه تمام تمام اكس الام و اكس ار بي والز كاش تمام ومال فين البيتكوين اه البيتكوين الفوق اه تمام البيتسي اه موجود والبن بيبقى حتى العملات الرقمية موجودة والامور جيدة طيب خلينا نعمل صفقة كده نشوف بياخدوا كوميشن ولا بيعملوا ايه نخليها بنص دولار نص او خليها دولار عشان نبقى ايه فاهمين الموضوع طبعا نعمل كده لا cancel تمام ونعمل مثلا شراء وإيقاف الخسارة مثلا عند ربعمية وتسعين دي صفقة تجربية يعني ايه دي ايه تمام سريع في مسألة المتاجرة سريعة طيب بينزل كوميشن ما منزل كوميشن نزل سواب هم عند مكتوب خانة سواب دي تبقى اكيد بياخدوا سواب بس هم بيقول لك هم بياخدوش كوميشن يعني في الموقع الخاص بهم هم بياخدوش جربنا عمل طفرة شكرا جزيلا ما تنساش لايك وشير والاشتراك في القناة ولو عجبتك الشركة هتلاقيني في دي سكريبشن بالاسفل هتلاقيني عمل رابط الخاص بي تقدر تشترك عن طريقي وتكتب الكود اللي انا دخلت من خلاله عشان تاخد الخاص من 10% شكرا جزيلا وبتوفيق ان شاء الله